وخلوني كده أعد معاكم شوية حاجات إيجابية مش كل الحاجات الإيجابية شوية حاجات إيجابية إحنا داخلين البطولة وإحنا بنشاكك في كلوس كيروش وبنشاكك في جهازه الفني وبنشاكك في اللعيبة وبنشاكك في شخصياتهم وبنشاكك في إمكانياتهم دلوقتي بعد البطولة هل التشكيك ده مستمر؟ بالعكس الناس كلها بتشيط بكيروش وبتشيط بجهازه الفني وبتشيط باللعيبة بتشيط بالروح بتشيط بالشخصية بتشيط بالإمكانيات فطبعا النبرة اختلفت خالص لو كنا خرجنا من دور الستاشر كان زماننا دلوقتي يوم سبعة فبراير عمالين بنتناقش هندفع لكروش الشرط الجزائز زي السنة ونص اللي في عقده مين حيلعب ماتش السنغال ومين هيبقى المدرب في ماتش السنغال بتاع تصفيات كاس العالم فلا طبعا انت المستقبل الجهاز الفني ومستقبل اللعيبة وبسيطك انت اللعيبة اختلفت خالص فما تقوليش لو كنا خرجنا من دور الستاشر كان يبقى احسن لا طبعا دي النقطة الاولانية نقطة التانية ان اللعيبة نفسهم بقى عندهم ثقة اكبر في امكانياتهم وعندهم ثقة في الجهاز الفني وعندهم ثقة في شخصياتهم زي بزبط الثقة اللي بقت عندنا فيهم